السلام عليكم في ذلك كديرين بخير كل شي مزيان شاء الله تكونوا بخير و لا خير و امركم كلها بخير من بعد ما دوزنا اسبوع كامل دير الطياب و ديال الجينة و ديال الحلوة و قطلنا شني ولا اجيو دابة لبناتنا شوية في رياصنا المهم البنات انا اليوم اجبت لكم ماسك و مرطب و مقشر اول حاجة غادي نديروا هي المقشر ولكن قبل غادي نخلطوا بعد الماسك المهم البنات انا هنا عندي الروز منيلا و مطحون هاتش اديرها لبنات غير في الدار انا ما مشيتوش من زنقة مصاوبة شي كامل غير في الدار راسي طاحنة و مغربلة هنا عندنا الروز غادي نديروا الروز مهم البنات نسمى الكمية راكت ديروا بحل الروز بحل بحل الفول والشوفان اللي طاحنة هنا يا النيلة غادي راس ديال مع القديل النيلة و ما تخافش من نره ما كتبغش في الوجه و ليش حاجه بالاكسية كتنقي و كتصفي الوجه و كتنقي و تصفي البشرة كامل النيلة رزوين البنات بزاف الوجه و هنا يعدي الشوفان و عندي الفول طاحنة و محتوهما مبضياتهم و غربلتهم صافي البنات هنا يا انا غادي ندير تاني الكمية اللي قدني مهم قد الفول و الشوفان قد 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 الروز صافي هنا البنات انا خلط كل شي و لما عندكم مش نيل البنات هتقدروا تعوضوها بالنشاء تنشاء مزيان لوجه ماشي ضروري البنات المهم يرى دار اي راه زوين البنات رك تصفي رك نصح بها البنات و مزيانة جميع انواع البشرة الصراحة صافي هنا البنات انا غا نخلط بالماورد كما شفتوا الماورد زوين زوين الوجه و كي نققي كي يصفي كي يرطب اه بلاش قعمل هاد الماسكات و كل شي تسالي غرش قادير يفشار الشاش والقرشي على وجهك صراحة زوين البنات والله العادي انا غادي نخلط مزيان اذاك مكونات ديالي تكون ما قاسحة البنات تكون طبعا باش 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 بنحطوه على وجناد تلصق لنا في الوجه انا غا نزيد هنا اي واحد شوية بادي يبقى ما زال ما بقى ما زال خصا واحد شوية شو ما شوفو يفضوك النيلة كيفاش قطلق ذلك الزرقية ديالا و را ما كدبغش في الوجه سبحان الله العادي محقاش النيلة الاصلية را ما كدبغش في الوجه و لا درتيها في وجهك و من اللي تبغي تغسلها وبانتك الزرقية بقى في وجهك اذا نعرفي هذيك النيلة اللي جبتي اراها مماشي اصلية وهذاك العبطار اللي اخذتها من عنده ما بقى تستعود تمشي لي و هذهك السيدة اللي جابتها لك ما بقى تستمشي عندها رائية لا دبغت في الوجه ولا دبغت في بلاسة عرفيها مماشي اصلية سوف ندروا مقشر للقهوة القهوة خلاص رمزية للوجه و زبينة و تحيد قاعدك الخلايا الميتة للوجه و تفتح المسام انا هنا يعني دايجة درت لوجهي واحد حمام البخار دلو البخار الوحد الفيطة و خليت دك المسام دي الوجهي كل و متحلو باش هكا كنكون اه تأكد انا وجهي نقيك و المسام دي اللي مفتوحين باش باش قاعدك الخلايا و دك شي تحيدية من من وجهي صافي هنا ينتوا ما شفتو كنخلطه مع الزيت العود و خلاص الزيت العود دي راته و مزيان لوجه خطوصا لبنت انا هذيت العود انا ما فيش الملحة طاحنا على ايدنا ما ما ديري نشفي الملحة ولكن لكن تدير الملحة ديري غير في ديري في حمام مريم راقي ديري في حمامي سافر غادي تحيدك الملوحة اللي في مهم البنت انا كنوريكم على ايد الحقش ما كان بيين شوجهي مهم هانتي بحل ما قط حبي على الحنيكات ديالك على النف ديالك على هنا تحت الفم لا اعرف كيف نقول لها قدومة تصع في البنات وهنا هي كان مقاون قومي وبشوية بشوية على الوجه بشوية على الوجه غير خمسة دقيقة البنات انت هي قومي في وجهك و قدوزي على نيفك و قومي مزيان بك ليش البنات بشوية تخسر فلوسكم في الصالونات والله يا البنات الى غتخرجي كتشقشقي 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 وتفكريني غتخرجي باللارة باللارة تخرجي غزال ان شاء الله غتفكروني تصع في هنا يا البنات انا يا حيت حيت القوماج من ايدي حيته دبا غادي ندوز ندخب بيدك ندير دك الماسك على وجهي انا البنات را بخور ريتكم على ايد دير اني كان وريكم على ايد دي وكان مشي ندير الوجهي في المراحية صعفة البنات هنا يا رتي واحدة ترطبية زوين بعد ما درتك القوماج المهم صعفة هنا يا البنات ان شو ما ندرت بالماسك راح بتير غزال 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 بزافة البنات قسمين بالله كان نصح اي وحدة بهات الماسك و لما عندك شنيلة ديري غير نشا ديري غير نشا ديري لفك الحبوب ديري الحلبة مطحونة را شوف البنات هاد الماسك والله هي تخاطر خاطر بزاف صعفة انتو ما انا رفتك عجبني الحالة لبنات وقدرتو في ايد دي يا كام دي معت انا قرصتني شني ولا ديك النهار خلت في اشي طبايا الله يلقيها لديك شني ولا السرح قبلتنا والله قبلتنا الحمد لله نبدا اللي جربت اللي جربت جربت الحمد والقرون في اللي معنا خليليكم الرابط ديالهم في صندق الوصف دخلوا تفرجوا في باش تحيدو شنيه ولسا راح تهنيت منا والله العادي صافينا البنات انا غسلت ايدي حيت ليا الماسك وشوفو انتي مرة ما كتب انت اشي حاجة زرقية را غسلت غير بالماء مادرت لا صابون لوالوا قسما بالله عباش تعرفوا النيلة عندي زوينة نيلة زوينة فنة صافي انتو ما انا قدرت الخيار مرتب زوين الخيار اه البنات رتاوه زوين هذا خيار عادي مادرت في الخيار ديالنا خييته في الحكاكة ومالك تسالي دك القوماج وتسالي دك الماسك ديالك تحطيه على وجهك تخليص وجهك يجي بدقة الفيتامينة اللي فيه وقاعدوك المنافع اللي في الخيار يا وصافينات هنا ينام بعد صافي ايديا ومسحتهم غير بهذا بالما ورد كذلك وجهي وشوفوكم في فيديو آخر لما